تأرخ جماعة الدول العربية نشأة النظام الإقليمي العربي الذي ساهم في تعزيز العمل العربي المشترك من عدة جوانب وتمكن من توحيد وجهات النظر في عدة قضايا مهمة أبرزت التعاون العربي في أسمى صوره المزيد من التفاصيل نتابعها مع الزميل محمد شكري لطالما كان حلم الوحدة العربية موجودا لدى حكومات وشعوب المنطقة ولكن لم تتضح الرؤية حتى الحرب العالمية الثانية منذ ذلك الوقت وإلى عامنا الحالي وجامعة الدول العربية تفخر بنظامها الإقليمي والعربي المتفرد الذي اجتاز عدة مراحل ليضم 22 دولة عربية التأسيس العملي لجامعة الدول العربية تم في الثاني والعشرين من شهر مارس عام 1945 وذلك بعد اجتماعات عدة عقدت في جمهورية مصر العربية ضمت سبع دول عربية كان هدفها إقامة نوع من التوازن بين القوى السياسية في العالم حيث ساهم تكوين هذه الجامعة في تعزيز أوجه الترابط العربي وتطويره في عدة مجالات وهي المجال السياسي من خلال انعقاد القمة العربية سنويا وتفعيل المشاورات السياسية بين الدول الأعضاء والتنسيق بين مواقفها المجال الاستراتيجي من خلال التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في عام 1950 ما مثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن وتجاوزها للبعد الأمني أو العسكري المجال القانوني من خلال السعي لتشكيل محكمة عدل عربية لتبرز جهود التطوير المؤسسي للجامعة العربية على المستوى القانوني جملة إنجازات تحققت ضمن منظومة عمل الجامعة العربية رغم مرورها بالعديد من التحديات إلا أنها استطاعت بجهود الدول الأعضاء أن تتخطاها وهو ما يبين صلابة الموقف العربي الجامع ترجمة نانسي قنقر